موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من سكرتير التحرير والتي نطوف فيها بين الصحف المصرية والأجنبية عما يدور في مصر عدد من الموضوعات الهامة التي سيطرت على عدد من الجرائد القومية والخاصة المصرية والأجنبية ربما حدث في جامعة الأزهر له مساحة كبيرة تم فردها لهذا الموضوع في عدد من الجرائد قبل أن نشرع في الحديث حول كيف تناولت الصحف ما حدث في جامعة الأزهر دعونا نرحب بضيفي هذه الحلقة لكاتب الصحف الأستاذ محمد القدوسي أهلا بك سيد محمد أهلا بك سيد محمد والكاتبة الصحفية الأستاذ نادية أبو المجد أهلا بك سيد نادية أهلا بك نبدأ من صحف الأجنبية ورويترز في تقرير لها عما حدث في جامعة الأزهر كيف كتبت رويترز عما حدث في الأزهر هذا ما ستطلع عنه أستاذانة ديها يعني هو ده قريبا بقى فيه تقرير يومي عن مظاهرات الطلاب عموما وجامعة الأزهر خصوصا فتحدث التقرير عن المظاهرات المستمرة والاشتباكات التي حدثت اليوم بس يعني التقرير كان من بدلش وملحقش التطورات التي حدثت اللي هو مقتل بقى طالب وكده ده ما كانش في هذا هل وجه أي اتهمات هل تحدث على أن الطلبة هما الذين بدأوا بالضرب أو الشغب أو أحرقوا أو قاموا بتكسير سيارات وحرقها؟ يعني هما اتكلموا على أنه في عدد من شهود العيان قالوا أنه بعض الطلبة هما اللي حرقوا يعني السيارات بس ما قلوش يعني ما تعمقوش أكثر من من ذلك يعني واضح أن ده كان تقرير أولي تعرف التقارير وكالات الأنباء بتفضل كل شوية بيتم الإضافات عليها بالضبط هذا الموضوع أيضا طلاب الأزهر ومحاسة في جماعة الأزهر سيطرة على المنشتات الرئيسية لعدد منها الجرائد نبدأها من الصحيفة القومية الأولى في مصر وهي الأهرام تقول طلاب الإخوان بالأزهر يحرقون مصر شمريخ ومولوتوف وتدمير سيارات ومتلكات ووزير الداخلية عنف الجامعات مخطط لتعطيل الدستور جريدة الأخبار أيضا وهي صحيفة قومية على صفحتها الأولى تكتب طلاب الإخوان بالأزهر دمروا 12 سيارة للشرطة والمواطنين وقيادات المحظورة يواصلون لهذيان من خلف القطبان جريدة المصر اليوم أيضا في الصفحة الأولى تتحدث عن هذا الموضوع لكن في عنوان جانبي حروب المولوتوف في الجامعات طلاب الإخوان يشعلون الأزهر وشمريخ وحجارة في المنصورة جريدة الوطن والصفحة الأولى وإشارة لما حدث شباب الإخوان نحمل الإرهاب لمصر إخوان الأزهر أحرقوا سيارتين الشرطة وأربع ملاكي أمن بنات الأزهر شاهدنا الموت على أيدي الحرائر نائب رئيس الأزهر الأمن الإداري لا حول له ولا قوة القبض على 128 من مشعير الحرائق ومثير الشغب جريدة اليوم السابع وعلى صفحتها الأولى حرائق الإخوان طلاب الجماعة يحرقون سيارات الشرطة والموظفين ويختطفون العمال في جامعة الأزهر ويمزقون الدستور في عين شمس أخيرا في جريدة الحرية والعدالة عن نفس الأمر لكن برؤية مختلفة تماما في الصفحة الأولى مليشيات الانقلاب تواجه ثورة طلاب الأزهر بالرصاص الحي والخرطوش استشهاد طالبين وأصابة المئات داخل الحرم الجامعي والانقلاب يمنع وصول الإسعاف الطلاب يطلقون استغاثات عاجلة لإسعاف البصابين بسبب نقص الأدوات الطبية وميسيرات طالبات جامعة الأزهر فرع البناء تدخل ميدان رابع رغم الحصار الأمني والتحالف الوطني يدعو لمليونية الطلاب يقودون الثورة اليوم تعليق أستاذ محمد على اختلاف العنوين وإن كانت متصدرة فكرة طلاب الإخوان وحرق مصر الذي كتبوه مرارا قبل ذلك يعني فكرة أنك أنت بتحمل العنوان بتخرجه من سياقه الإخباري إلى أنه محمل بحكم قيمة طلاب الإخوان إذا ده خبر الخبر هو الجزء اللي أنا وإنت اللي الكاتب والقارئ والناشر والأجنبي والمصري يستطيع أن يتأكد من صدقي أما طلاب الإخوان دولهم سمت كده معين نقدر نفرزهم يعني مثلا في أمريكا تقدر تقول السودية تظاهرون اللي ماشيين في الشعر دولالون هم اسود خلاص إحنا فرزناه دلوقتي إحنا بيقولون طلاب الإخوان على أي أساس أنا عايز أسأل الصحف اللي كتب أن دول طلاب الإخوان بالتحديد أولا الفصائل المشاركة الآن في أنها ضد الانقلاب ما عادتش الإخوان ومن البداية ما كانتش الإخوان يعني ما كانتش الإخوان لوحدهم الإخوان موجودين وفي القلب وفي الصدرة وفي كل حاجة بس مش هما لوحدهم فأنت بتقول طلاب الإخوان جبتها منين دي دي نمرة واحد نمرة اتنين لو لاحظنا الأهرام والأخبار اللي هي كل الصحف الموالية للانقلاب سواء التي تصدر بأموال الشعب أو التي تصدر أيضا بأموال الشعب عبر مؤسسات خاصة بأموال الشعب يعني التي تم الاستيلاء عليها بطريقة أو بأخرى حتلاقي أنهم مركزين على يا ولدا العربيات اللي اتحرقت والمنشآت اللي تعرضت لبعض التدمير بينما أنا عندي عنوان في الحرية والعدالة بيقول أن فيه شهدين وفيه مئات المصابين ضهيب مين أنا صحفي عندي ضمير مين اللي يتصدر مين اللي يتحط في الأول في المنشد فيه عربية اتحرقت وفيه رجل مات فيه عشر عربية اتحرقت وفيه إنسان واحد مات إيه اللي يتصدر المشهد الشهيد الواحد ولا العشر عربية اللي اتحرقت العشر عربية اللي اتحرقت خسارة وكل حاجة وأصحابهم عندهم حق أنهم ما يحزنوا عليهم وكل الكلام ده كلام صحيح لكن لو شهيد واحد وعشر سيارات احرقت إنهون اللي يتصدر أكيد شهيد واحد إذن فهناك حالة انعدام الضمير الموجودة منذ البداية ده حقيقي يعني ده الفكرة اللي في الانقلاب هذه جريمة الانقلاب الكبرى يا قتل الضمير المصري أنا من قبل لم أكن أبالي بأن الراجل اللي أصيب أو الراجل اللي قتل أو الراجل اللي اطهد أو الراجل اللي اعتقل ده مركسي ولا ناصري ولا يميني ولا يساك ومش مصري والله هو إنسان بني آدم روح أليست نفسا نبي عليه الصلاة والسلام لما عدت جنازة يهودي فأم وقف فالصحابة قالوا له يعني أن ده فلان يهودي قال أليست نفسا مش بني آدم فإحنا طول الوقت كنا بنقول أليست نفسا دلوقتي هم عندهم العربيات أغلى من البناء أدمين والطوب أغلى من البناء أدمين لأن ضمائرهم هي ضمائر الطوب هي ضمائر ميتة هي ضمائر الجماد ضمائر فقدت القدرة على الحياة وعلى التجاوب يعني رأيك في تصدر الحرية والعدالة من قطع ده اللي لازم ده كان موثقين فيه ده اللي لازم هم كان ممكن يكملوا كمان الحرية والعدالة ويحطون عنوان تاني في بعض الإصابات في بعض السيارات وفي بعض الطوب وكده ويبقى كده زي الفل وانا نفسي انهم يعملوا كده الحقيقة ان هو ده الكلام انا عايز ننزل الاشياء منازلها الشهيد يبقى الاول الخسائر اللي بعد كده اللي في الاشياء المادية تيجي بعد كده يبقى انا هنا انا بعمل صحافة محترمة وصحافة حققية موضوع اخر ايضا يعني لقى عدد من الجرائد وهو سد النهضة الذي ما زال حتى الان يتحدثون فيه كان هناك اجتماع ثلاثي بين في الخرطوم بين مندوبين عن مصر وعن السودان وعن اثيوبيا للوساطة كانت تلعب دولة سودان دور الوساطة بين مصر واثيوبيا لحل هذه الازمة الاهرام كتبت في صفحتها الثالثة بدء الاجتماع الثلاثي بالخرطوم وسط خلافات حدى مصر تصر على ضرورة تجنب اضرار سد النهضة واثيوبيا ترفض التراجع مساعي سودانية للتوفيق بين الجانبين ولقاء مغلق مع الخبراء جارت الاخبار في صفحتها الثالثة ايضا تناولت هذا الامر التشدد يسيطر على اجتماعات وزراء الري في الخرطوم اثيوبيا ترفض مقترحات مصر لسد النهضة وسودان تسعى للتوفيق الوطن اخذت مسافة ابعد في عنوانها في الصفحة الثالثة شبح الفشل يخيم على مفوضات سد النهضة ومصادر السودان تدعم اثيوبيا ضد مصالح مصر اثيوبيا ترفض ضم استشاريين دوليين للجنة الخبراء وتمسك باثنى عشرة خبيرا محلين وسنديا رأيك في ما حدث وفي تناول الجرائد لهذا الامر رأيي انه موضوع سد النهضة ده عدى بكذا مرحلة في الاول كان يعني اول ما تمت يعني هذا الموضوع كان في اواخر ايام دكتور مرسي فكان برضو كان من ضمن الحاجات اللي هي الحق كارثة غلط مرسي مرسي هو اللي مش عارف يتعامل مع الازمة يعني كلنا فاكرين زي تمتعامل بعدين حسسونا انه يعني الخطر داهم حالا الان يعني هتفتح الحنفية مش هتنزل مية وبرضو مرسي ومش عارف يعني وكل ده اللي هي لو مرسي بالتحديد انه على هذا الموضوع وانه لو مكان يعني لو مرسي ميشي برضو كان من ضمن الحاجات اللي هي اوتوماتيك هتتحل في الاول كان فيه انه ما بقاش فيه كلام عن الموضوع ده او ما فيش مشكلة يعني توقف الحديث بعد الانقلاب توقف الحديث عن موضوع وبسد النهضة شوية وبعدين ظهر الحديث على انه ده على فكرة يمكن يحمل الخير لمصر فاكرين كان فيه تصريح للببلاوي بس واضح بقى دلوقتي انه بعد خمس شهور واكتر انه الامور تفاقمت جدا لدرجة انه العنوين زي ما شفنا مثلا حتى في الوطن لدرجة انه شبح الفشل يخيم وانه فيه تشدد ففكرة الانقار او التجاهل هذا الموضوع يعني لم يعد مجديا واضح انه هما الاثيوبيا ماشية في خطتها بغض النظر يعني ان هي بقى مش كلها غلطة مرسي ولا اللي جيه بعديه قدر يوقف هذا المشروع وده مجرد نموذج من النماذج الكتيرة في ازاي كان بيتم تناول الامور او المشاكل التي تحدث سواء داخليا او خارجيا ومش شايفين انه فيه لوم لاي حد من المسؤولين يعني عارف دلوقتي اللوم كله لاثيوبيا وانه دلوقتي السودان فيه مؤامرة ضدنا لما مش انه مسؤولين ومفيش نحس ومفيش كل الكلام يعني بالتأكيد كل اللي قالت الأستاذة نادية صحيح وانا بس هضيف لي المشروع قديم قدم نهر النيل ربما وقدم وجود الدول الاستعمارية وانه في يام الخديو اسمعيل كانت ايطاليا دولة عظمة وكانت ايطاليا هي اللي بتمول وبتسعى لبناء سد في اثيوبيا لحرمان مصر من مياه النيل وانه فضل الخديو اسمعيل يحارب لانه كان رجل الحياة كان قائدا وطنيا في نهاية المطاف قاعد يحارب في الحبشة عشرين سنة وفقد ابنه الكبير ووليه عهده انه اسر وبعد ما افتدى وهو راجع مات قتل في الطريق يعني مات بسبب انهما وشموه في كل جسمه فدمه تسمم ومات ومع ذلك لم يوقف الحرب وانه ده كان سبب افلاس الخزانة المصرية الحقيقي مش عشوة اجونية يعني لو كنا عشينا اجونية الماظ مكادش هتاكل قد ايه يعني مكادش الخزانة المصرية هتفلس ده كان سبب ارهاق الخزانة المصرية عشرين سنة انت بتحارب ايطاليا اللي كانت زي امريكا دلوقتي اللي كانت دولة عظمة اذا هذا المشروع قديم اي دولة استعمارية بتحاول السيطرة على مصر بتحاول تعمل الحكاية دي هل كانوا الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية واذنابهما في المنطقة حاول ان هم يعملوا الحكاية دي والسد كان له تمويل من نفس المصادر التي سندت الانقلاب فيه بعد وده يعني الربط هنا واضح وكان زي ما استاذة نادية اشارت كان فيه محاولة لتحميل النظام المصري النظام الذي افرزته ثورة خمسة عشرين يناير انه هو اللي غلطان وبعدين بعد ما عملوا الانقلاب بتاعهم طلح حزم الببلاوي قالوا والله ده ممكن يبقى مفيد ده السد ده ممكن يبقى حاجة كويسة السد ده كرسة حقيقية وحقول بقى ان الكمالة بتاعته اتعملت ده مش بس الحكاية مش سد النهضة بس خده دي السد ده كرسة لو اتبنى كرسة لانه حينشف علينا المية ولو يتهد بعد ما اتبنى كرسة لانه حيغرق مصر هيغرق مصر لغاية الجيزة يعني لغاية الجيزة حنبقى مصر غرقانة تحت مترين تلاتة مية من اسوان لغاية الجيزة وبعد كده حيبقى فيه طبعا نسب غرق بس يعني بنسب متفاوتة مش الغرق الكل الحاجة التانية انه بيتعامل دلوقتي قناة البحرين قناة البحر الابيض والبحر الاحمر وده بيمضيها الاردن والكيان الصهيوني واطراف من السلطة الفلسطينية انه هيوصلوا البحر الاحمر بالبحر الميت علشان خاطر البحر الميت كان فيه بعض الانهار الصغيرة بتصب فيه اسرائيل جففت او الكيان الصهيوني انا اسف جففت هذه المصادر بالتالي نسبة الملوحة زادت جدا في البحر الميت وبدأ يجف لانه فقد المصادر اللي كانت بتديله مية وبقى فيه خطر حقيقي من جفافه هم دلوقتي هياخدوا من خليج العقبة مية عبر قناة البحرين لغاية البحر الميت ونتيجة المناسيب هياخدوا اختلاف المناسيب بين دا وبين دا بين البحر الاحمر والميت فهياخدوا جزء من المية دي هيحلوه وحتتوزع بين الاطراف التلاتة المياه المحلاء دي وبعدين بعد كده اولا تحليط عشان بس نبقى فاهمين ان اللي بيحصل ده هو اضرار بمصر في المقام الاول تحليط مياه البحر الاحمر اكثر تكلفة بكثير من تحليط مياه البحر الابيض والبحر الابيض اقرب يعني هم عايزين البحر الابيض الساحل ليهم على البحر الابيض اطول بكتير لكن انت لو عملت ده في خليج العقبة فانتدمرت البيئة الطبيعية تماما اللي في شرم الشيخ وفي راس محمد وحتتحول هذه المنطقة اللي هي الفرخة او الدجاجة التي طبيعا ذهبت بالنسبة لمصر اللي هي منطقة شرم الشيخ وراس محمد افضل اماكن للغطس في العالم مش عارف ايه ستتحول الى بيئة مدمرة بالكامل وحتبقى بيئة ملوسة ايضا وبالتالي ده اللي الكيان الصهيوني هيعمله في مصر دلوقتي الكيان الصهيوني يهدد نهر النيل ويهدد البحر الاحمر ايضا ونظام الانقلاب يعني نايم على اودانه او ممالئ للكيان الصهيوني في هذه لا لا هو ممالئ للكيان الصهيوني في هذه كما انه ممالئ للكيان الصهيوني في كل شيء موضوع اخر ايضا سيطرة على الصحف الاجنبية والمصرية هي محاكمة او اولى جلسات محاكمة الدكتور محمد بديع مرشد الإخوان يعني نشر في عدد النصوح في المصرية والأجنبية ربما رويترز أيضا في تقريرها تحدثت عن هذا الموضوع كيف تناولت رويترز ومحاكمة الدكتور محمد بديع تناولته بأن هي قالت أنه ده أول ظهور لدكتور محمد بديع هو عنده 70 سنة منذ القبض عليه في 20 أغسطس وقالت وافتتحت التقرير بأنه هي قالت أنه هو خاطب المحكمة وقال لهم أنه فين التحقيقات في مقتل ابني وفي حرق منزلي وعدد من المكاتب جماعة الإخوان المسلمين وأنه بتقول أنه وهو مفروض أنه ابن عمار قتل في يوم 16-8 في مظاهرات رمسيس وهو قبض عليه بعدها بأربع أيام وبعدين ذكرت تقرير الكلمات الشهيرة اللي هو قالها لما طلع في ربعة اللي هو أنه وسلمياتنا أقوى من الرصاص وبيقولوا رغم أنه هو مثلا بيرفع هذا الشعار إلا أنه الحكومة المصرية بتربط بين أو بتتهم الإخوان والقعدة بالإرهاب يعني بتربط بينهم كأنه هما حاجة حاجة واحدة بتقول رغم أنه يعني أنه الإخوان نبذوا العنف منذ عقود وبيقولوا أنه في الحقيقة أنه الإطاحة بدكتور محمد مرسي فتح يعني أو تسبب في أكثر الفصول دموية في تاريخ مصر حيث قتل ده تبقى للتقرير قتل المئات واعتقل الألاف وقال أنه في حوالي برضو في هذه الفترة قتل متين من الجنود سواء الجيش أو الشرطة في هذه الفترة وذكر كمان بقى التقرير يعني بمناسبة المحاكمات والأحكام أنه فيه تم النهاردة الحكم بالمؤبد على ثلاثة من أنصار الإخوان في القليوبية كما ختم التقرير بأنه يعني هذا الضغط وهذه الملاحقة والأحكام والملاحقة القضائية كمان وصلت لي المتظاهرين ونشطاء مش إسلاميين وطبعا متحدثوا عن إحالة علاء عبد الفتاح و24 معه إلى محكمة الجناية الجراد المصرية تحدث أيضا عن هذا الأمر وربما أشارت إلى ما أشارت إليها رويترز في جارة الأخبار الصفحة السابعة تحدث عن بديع في أول ظهور الله الشعب مسحور وعقاب آل فرعون جزاء من افترى علينا البلتاجي للمحكمة وجودكم هنا إهان القضاء والعريان 25 يناير موعد عودتنا وتأجيل محاكمة مرشد الإخوان و14 من العشيرة إلى جلسة 11 من فبراير نجل البلتاجي يدفع ضابط شرطة منعه من الاقتراب لقفص الاتهام المصر اليوم جعلت عنوانها الرئيسي بديع أول مرشد في القفص منذ 60 عاما المرشد و14 من قيادات الإخوان يصرخون ويهتفون في المحكمة ويطالبونها بالتنحي تأجيل القضية للـ 11 من فبراير والقاضي لبديع لماذا لا ترد تحية الإسلام جارت الوطن في صفحتها الأولى المرشد في القفص متمرد مشاكس ولا يرد السلام دفاع المتهمين يطلب نقل الجلسات وإخلاء سبيلهم والمحكمة تأجل القضية للـ 11 من فبراير جارت الشروق جعلت أصفحة ثالثة هو صدر عنوانها مرشد الإخوان في القفص للمرة الأولى محكمة بديع والبلتاجي والعريان وعودة في محهد أمناء الشرطة في أحداث البحر الأعظم المرشد لهاية المحكمة عليكم أن تأمروا بالحق وتعدلوا بالميزان والقاضي يرد اسمع كيف نعدل الميزان أما جارت الحرية والعدالة فكتبت في أعلى صفحتها الأولى تأجيل أولى جلسات المحكمة الهزلية للمرشد و14 من قائدات تحالف الشرعية لإحتاجة فبراير بديع لرئيس المحكمة انتبه هذه الجلسة مسجلة في الملأ الأعلى وبما أننا نتحدث أيضا عن المحكمات الأخبار في الصفحة السابعة تحدث أيضا عن إحالة علاءة فتاح و24 متهمة آخرين للجنايات في أحداث مظاهرات الشورى رأي حدركة سبحانه في العنوين التي تصدرت الصحف لازم نضيف أن نفس الصفحة السابعة من الأخبار قالت براءة قذاف الدم من الشروع في القتل ومن مقاومة السلطات بينما كان المنشور في الصحف في ذلك الوقت هو أنه أطلق الرصاص فوق رؤوس أفراد الشرطة وقصيب ضغط وقفين الأبض عليه وحضر المحكمة عبدالحكيم عبدالنصر وحضر المحكمة طيب كويس أنا عايز أقول لك بس على حكاية الإرهاب والإخوان أولا ده أول مرشد من ستين سنة المرشد السابق كان المستشار حسن جوضيبي رحمة الله عليه وكان في يام عبدالنصر فيه بقى حكاية أن أصل الإخوان إرهابيين اللي هو السادة نادية وهي بتكلمنا على تقرير رويتر قالت أنه رويتر قالت الإخوان نبزوا العنف عنف الإخوان ودي نكتة الحقيقة عنف الإخوان معظمه كان في مرحلة الاحتلال البريطاني وكان الشعب المصري كله بيمارس العنف ضد المحتل البريطاني الفصيل الوحيد المسجل ضد العنف هو الإخوان يقول له كل الناس يقول لك أنت قتلته ومش عارف مين وقتلته ومش عارف مين وعملته يقول له كده الإخوان يعني ليه؟ لأنه السادات تهم بقتل أمين عثمان وده شخص مصري ولكن قتل الإخوان كانوا بيستهدفوا شخصيات مصرية قتل أمين عثمان ماشي مش شخصيات أولا أولا دي كانت شخصيات عليها شبهات على الأقل من وجهة نظر اللي أتلاها غلط أتلاها مش صح ده موضوع تاني لكن نفس المسألة طب وقتل أمين عثمان كان صح ولا غلط برضو خلينا نسأل الراجل كان عليه ما فيش وسيقة كده بتقوله أنه كان عميل للإنجليز كان فيه شبهات بتقوله أنه هو كان شغال مع الإنجليز بوتروس غالي اللي أتل الورداني ناصف الورداني ناصف ده ده راجل دخل الوجداني الشعبي كبطل شعبي وده اللي اتعاملت له الغنوة اللي بتاعة تقوله العين الشمس ما تحماشي أحسن غزال البر صابح ماشي لما جميع دموه الورداني ناصف اللي هو أتل بوتروس غالي وتحول فيه الوجدان المصري إلى بطل محدش يقول ده الراجل ده بيعتمد العنف محدش الحزب الوطني اعتمد الحزب الوطني القديم اللي هو حزب مصطفى كاملي اعتمد العنف عبد الناصر التهم بمحاولة اغتيال النحاس باشا طب هو النحاس باشا لكان إنجليزي ولكان عميل للإنجليز كويس يعني جمال عبد الناصر متهم بمحاولة اغتيال النحاس باشا السادات متهم بالمشاركة في اغتيال أمين عثمان لو قعدنا نعد الوفد بالمناسبة حزب الوفد وشباب حزب الوفد متهمين فأكتر من عشرين قضية عنف في ذلك الوقت مصر كلها بلد محتل وفيه مقاومة مسلحة زي ما الفلسطينيين دلوقتي كلهم بيقاوموا الاحتلال الصيوني أروح بقى أنا الجهاد بيتمارس المقاومة والحركة الشعبية بتمارس المقاومة وفتح بتمارس المقاومة وحماس بتمارس المقاومة أروح أنا على فصيل من هذه الفصائل وأم سبت المشهد عليه وأقول شفته بيقتل بيقتل مين وبيقتل في أي ظرف وبيقتل في ظل أي مناخ يعني فكرة اعتماد العنف منهجا ده ده كان موجود في ظل أي مناخ قال العنف اللي أنا أقدر أدينه بكل وضوح هو ذلك العنف الذي يأتي في سياق عملية سياسية اللي هو زي إيه بقى اللي هو زي انقلاب تلتة يولي إحنا قاعدين بنعمل انتخابات وبنحط رئيس وبنحط مجلس نواب انت تقوم نازل بدبابة وتقوم تقول لا بأبصه ما تلعبوش اللعبة دي هذا هو العنف الذي يمكن أن أدينه وهذا هو عنف أذناب العسكر نظام العسكري الذي يحكم مصر من ساعة 1821 والذي يعرف كل من يعادي الإسلام أنا مش بقول كل من هو ليس إسلامية فيه اللي مش إسلام وفيه اللي مش مسلم بس ما بيعاديش الإسلام بقى بنقدر ان احنا نتعامل مع بعض في الأخير يعرف كل من يعادي الإسلام أن لا فرصة له في الحكم إلا على ظهر الدبابة فكل ما احنا بنقدر ان احنا ننتصر على العسكري وان احنا نبعد مصر من ربقة حكم العسكر وان احنا نبدأ فيه إنشاء دولة مدنية حقيقية ده حصل بقى في تاريخ مصر كام مرة مش وقت ان احنا نفصلوا دلوقتي يجوا أذناب العسكر دول عشان يرجعونا تاني يحطونا يرجعونا تحت البيادة مرة تانية تحت الوطن كله يصبح تحت البيادة مرة تانية وده حلقة من الحلقات اللي احنا فيها دلوقتي طيب رأيك السيد محمد فيما تصدر جريت التحرير صفحة الأولى عن مصادر قضائية مرسي أمام الجنايات خلال ساعات في التخابر وقت حام ودي النترون والإعدام في انتظاره يعني الحقيقة هنا فيه خدعة ما فيه غش ما في العنوان اللي هو انك انت تيجي تجيب المادة المادة اللي هي سيتم المحاكمة بمقتضاء ويبقى من ضمن عقوبتها كذا وكذا وكذا فانت تقوم ذاكر أقصى عقوبة وكأن هنا الصحفي تحول إلى مدعي وإلى قاضي وإلى جلد أنا جيت قريت المادة المادة دي بتقول انه هو يمكن الحكم لغاية ان يصل انتصل للعقوبة لغاية الاعدام فانت كصحفي تقول والله ده الحكم يوصل لغاية الاعدام نص الخبر هل يكون الخبر في هذا الشكل أو العنوان تحريضي ده 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 عنوان مدلس مش بس محرد ده عنوان مدلس فيه خداع لأنه المصادر القضائية ما قلتش الاعدام المصادر القضائية اتكلمت عن المحاكمة عن التوهة عن المحاكمة كويس فانت جيت سيادتك قريت المادة وطلعت منها البتاع وعملت نفسك وكيل نيابة وعملت نفسك قاضي واخترعت الحكاية ديات وأسنتها على غير الحقيقة للمصادر القضائية ثم انه مصادر كلمة مصادر القضائية مليهاش وزن بالمناسبة سيدادي هناخد رأيك في ما نشر في المصر اليوم جريت تايم تختار عشر مرشحين لشخصية العام خروج السيسي رغم ترشيح القراء هذا ما كتبته المصر اليوم في الصفحة الثالثة اما جريت الوطن فجعلت هذا الخبر في الصفحة الاولى التايم الامريكية تتحدى نتائج التصويت وتستبعد السيسي من شخصية العام القائمة نهائية تضم اوباما والاسد وروحاني وسنودن وميلي هو الحقيقة ما فيش اي التايم ما تحددش اي حاجة يعني احنا يوم السبت كنا بنتكلم عن التقرير برضو التايم كانت نشرة ساعتها كانت قالت انه الفريق السيسي متقدم بحوالي ربعمائة واربعين الف صور ده بالزبط ده كان يوم السبت احنا نهارده يوم الاثنين وهي النتيجة الرسمية يوم الاربع فطبيعي انه ممكن يحصل بعض التغيرات في الاسوات وبعدين هي التايم مش مسألتنا بتستبق يعني الناس هي بتذكر شخصيات والناس بتعمل عليها بتصوت عليها لكن هي مش لكن هي ايضا لاجنة خبراء بيتم اختيار بعض الشخصيات لا انا فهم ليس قائمة فقط على فكرة تصويت الناس لا بس يعني في الاخر يعني هي بتعد اصوات يعني اللي بيحسم اصوات الناس مش انه هما يعني مزاجهم ايه مزاجهم في مين يعني هما سايبين التصويت وفي الاخر بيحكموا على هذا على هذا على هذا الاساس يعني لا تتوقف فقط على فكرة تصويت لان فيه لجان تعمل على اختيار افضل الشخصيات هو دلوقتي يعني الموضوع فيه تصفيات مع مرور الوقت ومع اقتراب الموعد الرسمي هم بقى عشر شخصيات زي ما انت قلت منهم بشار الاسد روحاني اوباما وكتب التقرير انه اوباما طلع قبل كده مرتين وهو الشخصيات الوحيدة يعني منذ يعني بس اللي كان زيه قبل كده روزفيلد يعني اللي هو يطلع اكتر من مرة وكأنه التايم بتحاول ترد او تستبق هذه الاتهمات فبتقول انه هي شخصيات العام بتبقى على اساس اكتر الشخصيات تأثيرا في الاخبار سواء ايجابا او سلبا بدليل انه بشار الاسد موجود في القائمة وبتقول انه مصر كثير من القراء التايم المصريين صوتوا للفريق السيسي لكن رغم ذلك هو ما وصلش لقائمة العشر نعم موضوع على اكس اللي كان منتشر قبل كده انه هو انتصر في اضافة حاضر في اضافة بس على قليلة الاستاذة نادية والراجل مشرف موقع التايم قال ان في 200 الف صوت مزورين هما اثبتوا ان هما مزورين راحوا للفريق السيسي وبناء على اكتشافهم هما اسقطوا الحكاية لانه في حاجة اسمها الاي بي انت عشان تدخل تصوت مرة تدخل مرة واحدة بتدخل مرة واحدة عشان اللي هو التعريف فاكتشفوا انه فيه 200 الف صوت جم يعني معدل تكرار مش مش يعني ايه يعني 200 الف صوت جم يعني واحد واحد مثلا عمل الف ف200 واحد زودوا 200 الف هما 200 مش 200 الف فبقى عندي 200 الف مزورين فشالوا الرقم ده وبالتالي هو تلغى تصويت ليه وانا عايزة اقول طب اللي يزور في استفتاء الطايم حامل ايه في استفتاء الدستور بس مش اكتر من كده طيب موضوع اخر ايضا كتبت عنه الشروق واليوم السابع وهي المحطة النووية في الضبعة الشروق تحصل على مواصفات مناقصة مفاعلات الضبعة النووية قبل الطرح المحطة الاولى تشمل مفاعلين نوويين وتقاوم زلزال قواته 8 رختر والطرح ينتظر قرارا رئاسيا وفتح باب التنافس لجميع الشركات العالمية هذا ما كتبته الشروق ما نشرته جريت اليوم السابع في الصفحة الثالثة الضبعة نووي ينتظر قرار الرئيس لطرحه في مناقصة عالمية كانت الاخبار توالت ان اهالي الضبعة قدموا للجيش ارض الضبعة وان ليس لهم مشكلة في انشاء المحاطات النووية وان الجيش وعدهم ببناء مساكن للوقوف على اهم ما حدث في ارض الضبعة معنا على الهاتف الان الاستاذ حمدي حفيظ الجميع مناسق اللجنة التنسيقية التي تم الاتفاق بينها وبين الجيش اهلا بيك استاذ حمدي اهلا بيك استاذ حمدي الاخبار تقول ان مفاعلات الضبعة النووية تنتظر قرارا رئاسيا فهل ما ممكن ان تطلعنا وانت من اهل الضبعة عما تم بينكم وبين الجيش اولا بيك احمد رحيم تحية لضيفة اكترام واترحم على شهداء الثورة المصرية من 25 من يناير وما تلاها من احداث الى اليوم بداية نتحدث عن فقوق اهالي الضبعة كل مطالبتنا ومطالبتنا التي عرضت على الدولة هي ليست تطفلا على اي سلطة ولا تناها حقوق مختصبة في عصور الظلم والغياء ونحن اليوم اصبحنا مدركين تماما لعجبنا نحو الدولة وايضا واجب الدولة والتزامها اجاهنا فيما يخص الملف النووي طبعا في الايام الاخيرة يحضر الصحف وقنوات الإعلامية تناولت تغيير موقف اهالي الضبعة من المحطات النووية قبل وبعد 30 يونيو طبعا ايضا وضح بالنسبة للموقفنا من المحطات النووية فهي طبعا النسبة مرفوضة لاخبارها البيئية وتخوفنا منها بسبب تخلي بعض الدول الكبرى لكن ما نشر أستاذ حمدي أنكم توافقتم مع الجيش على ذلك وسلمتم بالأرض بالفعل للجيش طبعا لحد اللي حصل بعد 30 يونيو لا يتجزأ في ما قبل 30 يونيو طبعا احنا عاقدنا لئاقات كثيرة مع الدكتور مرسي ومع حكومة الدكتور عشان قنديل وطرحنا عليهم أن يسلم الأهالي الأرض للدولة بدون أي مقابل أو تعوضات ولكنهم لم يبدوا أي استعداد لذلك وذهبنا لقاصر التحدي طبعا أكثر من مرة والرئيس قالنا المطروحا أكثر من مرة والمشكلة دي ما حلتش كل اللي حصل بعد 30 يونيو أن احنا طرحنا المشكلة بعد ما قالنا وافد من مكتب مخابرات حربية بمطروح وقوم عشان يتفاوضوا معنا تفاوضنا وقالونا أنتو كل حقوقكم وطلباتكم مقافة إيه أهم أبرز ما في الوثيقة بس سريعا الله يخبرنا إيه أبرز ما في هذه الوثيقة لكن سريعا لذلك الوقت أولا طبعا تسلم الأرض ضبعا للقوات المسلحة متمثلة في مكتب خبرات مطروح لرعاية حقوق أهالي الضبعة والاستجابة لهذه حقوق طبعا ثاني بند نحنا طبعا كنا مخوفين من صلاحية أرض الموقع فطلبنا إعادة الدراسات القديمة صلحت الأرض ضبعا في المساحة المختلفة في المساحة بيها جدا فهتقلص وبالفعل تم تقليص منها عشرة كيلو متر مربع ما يعادل تقريبا ما يقرب من ربع المساحة ويعوض الأهالي ككل الأهالي بسعر اليوم طبقا لأسعار الأراضي بالمنطقة وإسقاط كل الدعاوة القضائية المشروعة من الهيئة النووية ضد الأهالي وإلغاء الحزام الأمني المفروض على مدينة الضبعا منذ عام 2003 الذي يجهد المدينة طب السيد الحمدي يعني الآن ما أفهم منك أن لو خرجت الدراسات التي تقول أنها تحدث الآن أنه لا ضرر على أهالي الضبعا من المحطة النووية ستوافقون على إنشاء محطة النووية في الضبع نحن نرفض المحطات النووية لخضراتها البيئية هذا مبدأ حسب الاتفاق إذا صلح سيقام المشروع طبعا نحن لدينا تخوفات وإذا حصلنا على تطمينات لهذه التخوفات ليس لدينا مانع إذن ليس لديكم مانع إن حصلتم على تطمينات من هذا المشروع الأستاذ حمدي حفيظ الجميع من أهالي الضبعا شكرا جزيلا لك جالت الشروق على الصفحة الأولى تنفرد كما تكتب في عنوانها الشروق تنفرد بتقرير الطب الشرعي النهائي لفضل اعتصامي الإخوان مقتل 371 ذكرا وست إناس في رابعة وواحد وعشرين فقط في النهضة والمفاجأة جثة لطفل من دار الأيتام أستاذ محمد يعني أبرز ما في هذا التقرير التي انفرضت به جالت الشروق يعني تقرير الطب الشرعي بس عايزة نبه الناس لحاجة معلومة برضو تمت التوطيع عليها واستمرار التوطيع عليها أو لو كان هذا الأمر متعمدا فهو أيضا تدليس اللي هو الطبيب الشرعي ما بيقولش عدد الناس اللي استشهدوا كانوا كام أو عدد القتلى كانوا كام طبيب الشرعي بيقول أسباب الوفاة بالنسبة لما وصل إلينا من جثث كان كذا يعني في حدود في حدود ما وصلنا فإن أسباب الوفاة هي كذا نعرف جميعا أن هناك مئات الجثث التي يعني أكره ذوها أكره أكرهت عائلتها على أن تحملها بعيدا عن المكان أو على أن توافق على دفنها باعتبار أن سبب الوفاة التابري أوي أو التقرير في 57 حالكة مسجد الإيمان تم الكشف عنها ظهريا دون فحصها ده دول اللي وصلوا لهم الطبيب الشرعي هو طب الشرعي راحل ما نعال اللي وصل لهم الطبيب الشرعي ما أنا بقولش بقولش اللي وصلوا لهم الطب الشرعي اللي راحوا لهم الطب الشرعي لكن لغاية ما راحوا كان فيه كام واحد روح جاء وكان حر وكل من استطاع هو اللي روح ده سبحانه برضو زي هيدفن من غير إذن تصريق لا ما هو ده طب الشرعي أو طبيب تقلهم كده لا طبيب عموما مش لازم طبيب شرعي تقلهم كده يا جماعة توافق على إنك إنت تاخد إن سبب الوفاة هو مثلا التهاب رئوي ولا تيفويد ولا بتاع أو انتحار وإن هو أو انتحار وإن هو ما ماتش في ربعة إن هو مات في بيتهم أو أنت بنم المينيا يبقى مات عندكو في المينيا تشيل بمك وتروح بس هل في حصر بهذه بها دي الأعداد فيه جهات ما أنا عايز أقولك تكلم الدكتور محمد محسوب أعتقد كان هنا في الجزيرة تكلم عن إنه فيه جهات مستقلة عملت حصر به الحالات دي وإن الإحصاء وصل لغاية 6800 فيه عندنا 6800 حالة شهاد ما بين ربعة وما بين النهضة وفيه الأحداث التالية وإن اللي في ربعة والنهضة يتجاوزوا الـ 4500 كويس؟ طبعا هذا كان على عدد دكتور محمد محمد أوكي لكن أنا بقولك أنا بقولك هو قال إن فيه جهات مستقلة عملت إحصاء لكن الإشارة الأساسية أنا ما بقولش أنا لا أقطع الآن بعدد الإشارة الأساسية هي إيه؟ هي إن الطب الشرعي ما بيقولش أنا عندي 5000 حدمات الطب الشرعي بيقول أنا وصلتني 500 جسة أسباب وفاتها كذا النقطة اللي لابد من الإشارة إليها والتركيز عليها برضو فيه تقرير الطب الشرعي إنه أنهى خالص أسطورة إن الإخوان كانوا بيقتلوا وبيعذبوا الناس لأنه قال إنه كل هذه الجسس قتلت في وقت واحد في وقت واحد يبقى إذن ما عنديش واحد بيت من يومين ولا واحد بيت من ثلاثة وحكاية الجسس اللي كانت تحت المرس صديف تكلم إنه فيه جسس سبع جسس ماتوا محروقة واحد وعشرين جسس متأثرة بالحرق لا متأثرة بالحرق ده إيه قال حروق حيوية حروق حيوية حروق حيوية يعني إيه الرجل ده مات الأول وبعدين اتحرق إحنا قلنا إنه فيه جريمة حصلت هي إحراق الجسس بعد موتها وحتى الجسس اللي قال إنها أحرقت وهي حية يعني كان الناس فيها الروح قال إنه سبب الوفاة هو طلق ناري يعني إن الراجل إن الراجل ما ماتش من الحر لا ده مات من الطلق الناري وفيه طلق ناري مميت ده مصاب فيه طلق ناري مميت ويا ولده حرقوه وهو صاحب وهو لسه في الروح بس بعد ما أصيب الإصابة القتلة أنا عايزة سريعا يعني عشان موضوع تضارب الأرقام ده بس إنه رئيس الوزراء المؤقتة القرابة الألف القرابة الألف قبل كده فالأرقام متضربة وأنا فاكرة إنه تقرير هيومن رايتس واتش كان قال إنه يعني عدوا بنفسهم أكتر من 200 جثة في مسجد الإيمان لوحده اللي هو في 157 دلوقتي جارة الحرية والعدلة على الصفحة الأولى تكشف أن تحقيقات جامعة القاهرة تكشف تفاصيل جريمة الداخلية في حرم كلية الهنداثة وهذا تحقيقات التي قامت عليها كلية جامعة القاهرة والتي أكدت أن الطالب ضرب داخل الحرم الجامعي سنمر سريعا على العنوين الصفحة الثالثة لجارة الشروق تتحدث أيضا لأن هناك لجنة برئاسي الببلاوي وعضوية السيسي لمراجعة قرارات عفو مرسي جارة التحرير تناولت هذا الأمر في الصفحة الثانية وقالت مفاجأة الحكومة تعلم فحص قرارات العفو في فترة حكم المجلس العسكري أيضا وليس مرسي فقط مجلس الوزراء ينشر قرارات تشكيل لجنة مراجعة القرارات بعد ثلاث أسابيع من اتخاذه وضم فترة المجلس العسكري يسمح بمراجعة العفو عن خيرة الشاطر وحسن مالك حكاية الفحص قرارات العفو من ايام المجلس العسكري طب أنا بس يطرح يفحصوا قرارات الإدانة بنفس الشكل يطرح يفحصوا أحكام البراءة إذا أنا شكيت هنا شوف الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطول به الاستدلال نعم دلوقتي المنظومة القانونية القضائية والسياسية معا القضائية والتشريعية والسياسية معا المنظومة القانونية اللي طلعت العفو عن دول هي اللي طلعت البراءة لدول وهي اللي طلعت الإدانة لدول فدلوقتي أنا شاكك في المنظومة وبراجع قراراتها فيما يخص العفو ليه فيما يخص العفو بس يا أخي للخطأ في العفو أحب إليه من الخطأ في العقوبة طب أنتوا هتراجعوا كمان اللي عليهم عقوبات وحتراجعوا كمان اللي خدوا براءات يعني اللي اتحكم لهم بالبراءات اللي هم متهمين بقتل الناس وقتل المتظاهرين وكده ترى أحكام البراءة اللي هم أخذوها برضه حتتراجع ولا أحكام العفو اللي هو واحد زي مثلا زي نبيل المغربي كده قد ربعين سنة في السجن ولا حاجة ورجع تاني انتوا عايزين يعني يقضي يكملها بقى سجني يعني وخلاص وبالزيادة كده بالقطع الكلام يساوي أننا في صورة مضادة تصادر كل النتائج الطيبة لصورة 25 معلش بس أعايز أعلق على ده بسرعة قوي أنه مفروض أنه وزير العدل المؤقت دلوقتي هو كان في اللجنة اللي هي خدت قرارات العفو أيام مرسي مرسي ما كانش هو بيعفو بنفسه فده غريب جدا أنه هو يكون في هذه اللجنة وييجي وزير للعدل وبعدين يضطره السبب الثاني اللي أعتقد أنه هما دخلوا فيه موضوع المجلس العسكري لأنه بعد كشف أكاذيب أنه مرسي هو اللي أفرج عن زمر مرسي هو اللي أفرج عن العسكري فطلع أنه مجلس العسكري فلما يعني هذه الكذبة اكشفت أنه مش مرسي ده المجلس العسكري فضمه المجلس العسكري هو الآخر فطرته لموضوع موضوع الاستفتاء على الدستور أيضا نال عدد من الجرائد منها جريت شروع على الصفحة الأولى الاستفتاء على الدستور 14 يناير تحديد بالموعد لكن اليوم السابع صفحة الأولى تقول أن الرئاسة تدرس الدعوة الاستفتاء على الدستور خلال 72 ساعة يعني يدرسه تحديد موعد على الدستور وزير الداخلية له تصريحات هامة في أسيط يقول وزير الداخلية في المصري اليوم على الصفحة الأولى مواجهة تعطيل الاستفتاء ولو بالرصاص الخمسين الحكومة ملتزمة دستوريا بتمويل مخصصات التعليم والصحة تعليق حدرك على إذا كان الاستفتاء أو تصريح وزير الداخلية أنا بس هقول لك المأزق الكبير لكن في 30 سنين يعني احنا عندنا 7000 راجلة انتخابية تقريبا سيبقوا شغالين يوم الاستفتاء دول هيتأمنوا ازاي؟ وماذا لو انه 7000 لجنة دول قامت قدام كل واحدة فيهم مظاهرة وضامة منطقة لانه هيبقى عن 7000 تجمع جماهيري ده هيتأمن ازاي؟ ده السؤال الكبير اللي عبر عنه وزير الداخلية دولة قلب الرصاص واللي عشان كده احنا ملاحظين ان معدل القمع ومستوى الدم عمال يرتفع لانه هم ميت هايقلهم انه هم لازم يخلصوا عن ناس قبل بيروحوا لاستفتاء علشان خاطر يعرفوا انه هم وإلا هيبقى من المستحيل ومبارح قال انه دي مسألة حياة او موت اه هقولك بس على ملحوظة في برضو في الشروق ابن محمد سلماوي ده لا نتكلم عنه في اللقطة دي لان احنا هزينا نقول ان حزب النور كان متواجدا في اليوم السابع وفي الشروق في اليوم السابع نقل على ان نادر بكار يفضح الاخوان بقوله اشاطر طلب من النور المشاركة فضل اعتصام الاتحادية ومستعدون للشهادة في قضية مرسي والاخوان وصلوا في صراعهم السياسي لاحط الدرجات اما في صفحة ثالثة لجريت الشروق فتصريح ليه محمد سلماوي يقول لم نقصد النور بمدة حظر الاحزاب على اساس ديني حصلنا على اذن من الرئيس بعد وثيقة دستورية كاملة وهذا اطول دستور في تاريخ مصر انا بس لو انا اخد التعليق وبعدين تبقى الوستاذ جانادية لها التعليق الاخيد فضل سريع الوستاذ محمد سالماء بقول ela نقصد النور بمددة حظر الاحزاب على اساس دين هي المواد القانونية والدستور هو ابو القوانين هو ارفع القوانين درجة هي المواد القانونية ممكن ان يقصد بها احد او لا يقصد بها احد عدم القصد قصد اذا قلت انني لا اقصد الاستاذ مجايد بالماددة دي دي مش مادة قانونية من بابه المواد القانونية هي القواعد سلوكية عامة مجردة لا تخاطب الأفراد ولا تتحاشى مخاطبة الأفراد المادة القانونية تنطبق على الكفة قاعدة سلوكية عامة مجردة فأول ما الأستاذ سلموي قال لن نقصد النور يبقى ده خلاص ده مش دستور ده باللوت شرابه وميته ده سقطت عنه صفة القانون القانون ما فيوش زينة والدستور ما فيوش أنا بقصد فلان وما بقصدش فلان المسألة التانية بيقول حصلنا على إذن من الرئيس بإعداد وثيقة دستورية كاملة الله ده بقى دستور ولي النعم حصلنا على إذن من الرئيس بإعداد الدستور الدستور اللي هو كان منحى من ولي النعم من أفندين مصر إلى شعبه الحبيب ده كان دستور دلوقتي هو واثقة الشعب المفروض طريق سريك أنا عايزة أعلق على اللي هو نادر بكر دلوقتي يفضح انه بعد عام لماذا انتظر كل هذا الوقت لو مفروض انه شهادة هامة لماذا انتظر عام علشان يقول انه الشاطر طلب منه التدخل في موضوع فالاتحادية واستخدام بقى حط السليب وكده كتم الشهادة كمان مش حاجة يعني كويسة لو كانت شهادة صحيحة أصلا الموضوع التاني اللي هو ده بيفكرني بجانب اللي قاله الأستاذ قدوسي زي بالضبط التصريحات اللي طلعت وقت قانون التظاهر لما غير الإسلاميين تظاهروا ودخلوهم في مأزق اللي هو طبعا بيعانوا من تبعاته دلوقتي ومضطرين يقبضوا على ناس ويحيلهم للمحاكمة انه برضو خرج مسئول او مسئولة تقول انه احنا القانون التظاهر ما يقصدش هؤلاء فما ينفعش يتكلموا عن انه دولة القانون ويطلعوا قوانين يقولوا نقصد وما نقصد شكرا أستاذ نادية أبو المجد شكرا جزيلا لك وشكرا لأستاذ محمد القدوسي الكاتب الصحب شكرا جزيلا لك وشكرا موصول لكم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة